موسيقى السلام عليكم ليست المرة الأولى التي ينطفض فيها العراقيون في وجه ما يسمونه فسادا سياسيا وإداريا واقتصادية في المنظومة السياسية التي تدير البلاد منذ مرحلة الاحتلال الأمريكي ليست المرة الأولى ولكنها المرة المختلفة مختلفة لأن هذه الانتفاضة ولدت في قلب الكتلة الديمغرافية التي تظن طبقة السياسية المهيمنة على حكم العراق أنها تحكم باسمها ولها ومن أجلها ومختلفة لأنها تقوم على سواعد الشباب المتخفف من الانتماءات الحزبية والعصبيات الضيقة ومختلفة لأن الماشين فيها والمواجهين لرصاصات القتل هم من الشباب المتعلم الذي لم يتسع العراق الكبير لأحلامه الصغيرة بوظيفة تكفيه مؤونة العطالة عن العمل وتكفه عن الحاجة في بلد يفترض أن يكون ثريا هذا عن العراق لكن ماذا عن محيطه العربي؟ كيف ينظر العرب إلى ما يحصل في العراق؟ هل هي يقضط شباب عراقي بهويته العربية والعروبية بعد سنين من محاولات مستميتة لعزل العراقيين عن عمقهم العربي تحت عنوين طائفية؟ وهل هذه الهبة هي أحدث حلقات مسلسل الربيع العربي؟ أم أنها مجرد تظاهرات مطلبية غاية أمانيها إيجاد فرص عمل للشباب العاطم؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب تأتيكم على إيقاع هبة الشباب العراقي أهلا بكم لا سبيل أمام العراقيين بعد مرور ما يقرب من عقدين على مشهد يجسد الوضع المأسوي لهم منذ الاحتلال الأمريكي إلا الخلاص والتحرر من ربقة نظام فاسد لبدء صفحة جديدة تتوفر فيها المساواة والعدالة والحياة الكريمة بانتفاضة تبدد ظلمات الماضي لكن رد الحكومة في العراق كان رصاصا استقر في صدور الشباب المتظاهرين مخلفا عشرات الشهداء وآلاف الجرحى ناهك عن آلاف المعتقلين هذا هو حال معظم دول الربيع العربي التي لجأت فيها الأنظمة إلى إجراءات قمعية باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ضد المحتجين والتضييق عليهم وقطع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي الجامعة العربية أصدرت بيانا متواضعا حول الاحتجاجات الدامية في العراق أعربت فيها عن أسفها لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وقالت إنها تتطلع إلى قيام الحكومة بكل ما من شأنه تهديئة الوضع في العراق بيان الجامعة العربية لا يختلف كثيرا عما صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد التي أعربت هي الأخرى عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق وحضت على تخفيف حدد التوتر تراكمت عقود طويلة من المعاناة المعيشية والاقتصادية وغياب حرية التعبير في البلدان العربية التي اشتعلت الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي فيها هي ذات المعاناة التي يعاني منها العراقيون أن لم تكن أشد قسوة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 ما جعل الأحرار من الشعوب العربية يضمون أصواتهم لصوت الانتفاضة في العراق بعيدا عن المواقف السياسية لبلدانهم لكن الاحتجاجات في العراق قد تثير قلق الكثير من حكومات الدول العربية التي تخشى انتقال الثورات إليها وولادة ربيع عربي جديد يطيح بتلك الحكومات التي كان الأجدر بها وهي تدعي التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة دعم هذا الحراك العراقي المناهض لإيران وأدرعه ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي السوري والأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني أهلا وسهلا بكم ضيفية الكريمين نبدأ معك أستاذ أسامة يعني التعامل السلطات الأمنية مع التظاهرات في العراق حقيقة كان فيه شيء من القسوة أو كثير من القسوة لافتة يعني كان هناك قنص للرؤوس والرقاب والصدر يعني عملية قتل بدم بارد أحيانا تكون ومتعمدة السؤال هو لماذا اختارت السلطات العراقية أن تتبع هذا الاسطوب مع المتظاهرين علما أنه كان بمقدورها أن تستوعبهم مثلا أو أن تتعامل معهم بشيء من الليون لماذا هذا الاسطوب ما دلالة هذه الهجمة بسم الله الرحمن الرحيم فالحقيقة هنا لابد بعد دراسة وأنا خبير بأشياء العراقي بثلاثين سنة هناك في الجنوب وفي بغداد وفي مناطق كثيرة في العراق أقول أن المميز في هذه المظاهرات أو هذا الحراك هو السمى المشتركة التي جمعت الجميع في كل المحافظات الجنوبية والوسطى وفي بغداد الذي هو الانتفاض ضد الهيمنة الإيرانية هذا هو المحور الرئيسي الذي يجب أن ندور حوله كل المتظاهرين ذكروا إيران كل المتظاهرين أهل تسمح لي معذرة دكتور؟ سأود إليك هذا لكن أنا سألتك بالبداية عن سأجيبك لأن هذا الموضوع مرتبط تباما هذا العنف المفرط الذي تتكلم عنه هو أسلوب إيراني أنا السطر الثاني سأقول أن الانتفاضة هي ضد إيران والأسلوب الذي وجهت به هذه الانتفاضة أو هذا الحراك هو أسلوب إيراني وبأيدي إيرانية إما كخبراء أو حتى كمنفذين البارحة الداخلية الإيرانية أعلنت عالنا عن وصول 7500 من الوحدات الخاصة تحت حجة أنه حماية الأربعينية أربعينية الحسين هكذا مع وجود عشرات الألوف وربما يصل العدد إلى 100 ألف تابعين للحرس الثوري الإيراني جاهزين لمثل هذه التحركات إذن نحن نتكلم عن تظاهرات فيها سمة مطلبية نعم ولكن هم يربطون حتى السمة المطلبية بدور إيران الذي ابتلع العراق اقتصاديا لديه معلومات خطيرة جدا ابتلاع ثقافي ابتلاع اقتصادي ابتلاع كامل لصالح إيراني أنا أقصد حتى لو تبنينا هذه الرواية بأن الإيرانيين هم الذين يشرفون على عملية القتل هذه يعني كان يمكن لإيران وهي الذي عندها حذاقة سياسية إن صح التعبير دعني أكمل السؤال يمكن لها أن تستوعب هؤلاء المتظاهرين استفادة من الدروس التي وقعت فيها أنا فأمترك لأن عندي معلومات كثيرة أقول لك كيف قمعت إيران تظاهراتها التي خرجت في إيران نفس الأمر نفس الموضوع حصل هي تعتبر العراق شأن داخلي إيراني أصلا وليكن في المعلوم أن الذين انتفضوا ميزوا هذه التظاهرات ميزوا رغم وجود أربعين مؤسسة فقافية لغسل أدمغة الجيل الجديد والغريب أن كل المتظاهرين هم من الجيل العراقي الجديد اللي كان عمره ست سنوات من ستعاش سنة اليوم عمره 22-23 هي العمر الوسطي للمتظاهرين تجد الأمر أن هناك جيل مميز هذا أمر مميز آخر الجيل العراقي الجديد يبعث في نفوسنا الأمل بعودة البوابة الشرقية التي كانت تصد الغزو الإيراني والتدخل الإيراني في سائر الدول العربية البوابة الشرقية اليوم تعطينا أمل بالجيل الجديد اللي أعمارهم بالعشرينات كانوا صغار عندما أصبح النفوذ الإيراني في العراق جميل سنبحث هذا لكن ذهب الأستاذ ياسين يعني في نطاق تحليل ما يحصل في العراق هذه الهبة هذه الانتفاضة بأي عين عربية يمكن النظر إليها كيف ينظر العرب إلى ما يحصل على مستوى النخب والقواعد بسم الله الرحمن الرحيم تحيى لك وللأستاذ أسامة في الحقيقة وللمشاهدين مشاهدي قناة الرافدين هناك عيون عربية عديدة ترقب إيران وهذه العيون تختلف رؤيتها للعراق لكن يمكن القول أن الغالبية العظمى من العرب نظره بأمل كبير للتظاهرة التي اندلعت في العراق هي كانت تظاهرة هذه فاجأة الجميع لم يكن المشاهد العربي أو ناهيك عن المراقب ناهيك عن المواطن العربي العادي لم يكن يدرك طبيعة التفاعلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع العراقي خلال 16 عاما الماضية رغم وجود اضطرابات ومظاهرات إلى آخره لكن اندلاع موجات الاحتجاجات بهذه القوة وبهذه الشعارات وبهذه الوجهة السياسية وبهذه الرؤية يعني بعثت الأمل لدى الغالبية العقمى من العرب وأنا أستطيع أن أقول هنا بأن انتفاضة العراق الجديدة لشباب العراق أعادت الروح للربيع العربي وهذا يشير إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الانتفاضة العراقية والربيع العربي وهذا هو اللافت خصوصا وأن هؤلاء الشباب ينطرقون من بيئة سياسية وثقافية ومرجعية مختلفة تماما عن مرجعية الربيع العربي ومع ذلك رأينا الشعارات طبيعة الشعارات متطابقة بشكل كامل أسلوب مواجهة القوات الحكومية أسلوب التعامل مع القوات الحكومية النهج السلمي كل هذه تقنيات وأدوات وشعارات الربيع العربي وهذا هو المخيف هذا الذي دفع بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى التدخل ويعني أنه يربي بكل ثقله لمواجهة هذه المظاهرات ويذكر بالحسين وبالأربعينيات إلى آخره لأنه شعر بأن هذه الانتفاضة خطيرة هؤلاء مزقوا صور عريخ خامنئي ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن المنظومة السلطوية التي بنيت خلال 16 عاما وفي مرجعيات معروفة ويعني انطلاقا من الشعور بأن السلطة ذهبت إلى فريق عراقي بعينه هذه باتت مهددة تحت إيقاع هذه التداغرات والإحتجاجات وهذا هو أخطر ما في هذه الاحتجاجات أنها نسفت مكاسب 16 عاما بالنسبة للطبقة السياسية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية هناك في اعتقادنا في تصور عاملين أساسيين الطبقة السياسية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية قامت مشروعيتها على القضاء على النظام السابق الطبقة الثانية التي تتكون من قيادات الحشد العراقي تقوم شرعيتها على أساس أنها نجحت في القضاء على الإرهاب الذي كاد أن يسقط بغداد لكن الصراع الذي اعتمل داخل الصراع بين هذه النخبة السياسية صراع مرير كان من أهم نتائجه أن ثروة العراق تبددت بشكل كامل عندما تبددت ثروة العراق لم يستطع الشباب أن يتوظفوا خرجية الجامعات لم يتوظفوا الأكاديميين وحمرة الشهادة العليا يعني مئة يوم وهم يرابطون أمام مبنى رئيسة الوزراء ثم يقمعون بشكل مهين أعتقد أن هذا كله أنتج ثورة عراقية عروبية أكثر من أي شيء آخر لهذا أنا أعتقد أن هذه الثورة وهذه الانتفاضة أثارات الارتياع وأحيات الأمل كمقرار نريد أن نحلل طبيعة هذه الثورة ونفكيكها أكثر لكن دعني أذهب إلى باريس لأرحب بالدكتور محمد هنياد أستاذ محاضر في جامعة السربون أهلا بك دكتور محمد يعني إذا نظرنا إلى هذه الانتفاضة التي تحصل الآن في الشارع العراقي قياسا إلى الشعارات التي ترفعها وإلى الإصرار الذي يزداد يوما بعد آخر عند هؤلاء الشباب على مواجهة إذا ما صحت تعبير الفلتان الأمني فلتان القوى الأمنية بحقهم السؤال هو إلى أي مدى هذه التظاهرات بهذا السياق تعكس وعيا لدى هؤلاء الشباب العراقي لدى هذه الطبقة الشريحة من المجتمع العراقي وعي وطني وبأن الإقصاء يطال جميع العراقيين بكل مكوناتهم وطوائفهم وامتداداتهم الطائفية والفكرية ولا يطال فئة بعينها إلى أي مدى تلحظ هذا الوعي متحققا في هذه التظاهرات نعم سيدي شكرا على الدعوة وعلى الاستضافة يعني كما ذكر هذه الثورة أو هذه الموجة الثورية التي نراها اليوم في عراقنا وقاء يعني أتفق مع غيوفك الذين ذكروا أنها جزء من الربيع العربي أنها جزء من الربيع العربي تحمل مطالب في التشغيل في محاربة الفساد إلى غير ذلك لكن الخاصية الأساسية بالنسبة للعراقية أنه بلد واقع تحت احتلال مزدوج هناك الاحتلال الأمريكي من ناحية وهناك الاحتلال الصفوي الفارس من ناحية أخرى يعني الخصوصية للمشهد العراقي أنه واقع تحت احتلال مزدوج لكن بعد عمليات النهب وعمليات الفساد وعمليات الغزو الثقافي وعمليات مسحة ومشهة العراق وتصدير كل موارده الثقافية والمادية والتاريخية والبشرية لم يبقى أمام المواطن العراقي وأمام الجيل الجديد في العراق سوى الانتفاض يعني سوى التحرك لهذا فأن الجيل الذي تحركه لو نرى حتى الفئة العمورية هي فئة عمورية لم تعرف النظام القديم ولم تعيش أحد النظام القديم لذا لديها مطالب أخرى وهي حاضرة وترى أن هناك غزوة حقيقية يحدث داخل وطنيها إذا خرجت وتعامل كما عملت بقية موجات الربيع العربي الأخرى في نسو لكن دكتور محمد تعقيبا على هذه الجزئية التي ذكرتها هل الشباب المنطفض لا نريد أن نتحدث بمنطق طائفي وإنما بمنطق مراعاة الحقائق على الأرض ونقل الواقع يعني الذين هبوا يغلب عليهم الشيعة طيب هل هؤلاء الشيعة انطلقوا من منظور الحفاظ على هذه الكتلة الاجتماعية والديمغرافية أو الطائفية أم أنهم انطلقوا من منظور وطني شعروا فيه هؤلاء الشباب بأن العراقيين جميعا مستهدفون وليس فقط السنة أو الشيعة لوحدهم انظر سيدي أنا سماعك يعني من أحد الشعرات الموجودة في المنظارات هناك شعار سنة أو الشيعة وهذا الوطن من بيع وهو شعار يعلو على المطالب الطائفي هذه المقتربة النقطة الثانية هو أن شيعة الإراق هي التصديف الذي فرضه الأمريكان يعني فرضه المحتل الأمريكاني ثم فرضه المحتل الإيراني هو الذي فرض هذا التصديف الطائفي الآن هذا التصديف الطائفي أظهر الوعي الشعبي القائبي أنه تصديف مزيف هو أن التهنيش والقمع والفساد والذهب يشمل العراقيين أساسا كمواقنين العراقيين فوأ كانوا عربا أو غير عرب سنة أم شيعة أم غيرها يعني أن المسألة هي مسألة احتلال لوطن بسكانه مهما كانت انتماءاتهم العراقية أو الدينية أو الطائفي إذن هذا المكسب على مستوى الوعي هو مكسب أساسي يمكن التأسيس عليه أي أن الخطى التي وضعته أمريكيا وإيرانيا لفاصل مكونات المشهد العراقي تأجب تقسيمي واحتلالي قد سقطت على مستوى وعي الشعوب ومستوى وعي الشباب أسر طيب سؤال الأخير يعني أرجو الاختصار دكتور محمد يعني هذا الوعي الذي تحدثت عنه لدى هؤلاء الشباب إلى أي مدى تلحظ أنه يؤشر لإمكانية اتساع رقعة التظاهرات واتساع رقعة الغضب في الشارع العراقي بما يفضي إلى مظاهرات أوسع على مستوى عمودي وعلى مستوى أفقي على مستوى النخب وعلى مستوى المدن القواعد هذا مؤكد بسرعة أساسيين بسرعة سديدة السبب الأول هو مدامة شروط هذا التحرق قائمة أي النهب والفساد والتهنيش والقمع والقتل قائمة فإن المظاهرات ستتوسع كما رأينا في صورية أخرى النقطة الثانية هو أن النخب العراقية إذا لم تستجد أو تتأكلم مع المطالب الشعبية القائدية الآن فإنها ستجد نفسها مثلما وجدت نفسها النخب عربي أخرى خارج المشهد كما عودتنا أي ليس لها خيال يعني نذهب باتجاهين متوازيين نحن توسع رقعة الاحتجاجات وتفاقية عموديا وعبقيا كما ذكرت أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد هنيد الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون أشكرك مرة أخرى شكرا جزيلا أستاذ أسامة يعني قبل قليل ذكر الأستاذ ياسين بأن هذا هو ما يحصل الآن في العراق وامتداد للانتفاضة العربية هل هذا الرأي برأيك وجيه خصوصا وأن الانتفاضة التي شهدتها عدد من الأقطار العربية لم يكن لها صدى يذكر في الشارع العراقي وتحديدا في الكترة الديمغرافية المتحركة الآن مع الأسف الشديد ليس هناك تفاعل شعبي طبعا ولا حكومي مع تظاهرات العراق بالحد الأدنى عند العرب تقسر طبعا هناك مثلا مشاهد مقاطع فقط في الثورة السورية العظيمة المباركة أنهم فورا استعجلوا يعني لا أقول استعجلوا ولكن أسرعوا لنصرة العراق وقالوا بالقول المعروف يا عراق احنا معاك للموت ورفعوا الأعلام العراقية وأيضا في العراق شاهدنا عالم الثورة سورية المباركة رغم أنهم يموتون يعني تحت القصف نعم في إدلب وتعلم التفاصيل الثور السوريون يعني موقفهم فعلا تعدى الجميع وكلما أيدوا يعني تحرك مبارك يكونون على الحرك اسمح لي بس دقيقتين أن أتحدث عن أنه الانتفاضة هذه في العراق موجهة للأحزاب الحاكمة الأحزاب الحاكمة يا سيدي لا تحصل على حصصها ولا على وزاراتها إلا بموافقة إيرانية حتى السنة بصراحة نقولها رئيس البرلمان هي يجب أن يذهب إلى إيران قبل أن يعتمد في التصويت ويصبح رئيس برلمان وهذا مفضوح حقيقة وله تفاصيل إذن كل الطبقة الحاكمة أخذت اعتمادها من إيران يا جماعة وبالتالي الانتفاضة ضد هذه الأحزاب الحاكمة هو انتفاضة ضد إيران شعار العراقيون أنا شخصيتهم لاحظ إحدى اللقطات تقول تسقط إيران وأذنابها هذا في العراق وأذنابها وذيولها هذا شعار رائع شعار لاحظ مشهد آخر أخذوا العلم الإيراني نزعوا لفظ الجلالة له دلالة في الوسط لفظ الجلالة نعم نعم بالخط الكوفي يمكن نزعوا كان ملسوق نزعوا وأحرقوا العلم الإيراني هؤلاء لديهم هذا التوجه يجب علينا أن نعزز هذا التوجه الذي هو ضد إيران أنا أقول لك الجميع ضد إيران ضد إيران وفقا أستاذ أسامة السؤالي هو هل يمكن تصنيف هذه الهبة لأنه هذا الإجابة عليه يعطي معنى ودلالة أعمق وأبعد من ذلك هل يمكن تصنيف هذه الهبة بأنها حلقة جديدة جزء النظر العربي نحن نتمنى أن هناك عزلة فرضتها إيران شكل عن طريق عملائها في العراق عزلة ما بين الشعب العراقي وما بين الشعب والذين هم خارج العراق أصلا هم يعني ضد الحكم في العراق وخرجوا هاربا من الحكم في العراق اللي في عمان اللي في تركيا اللي في مصر هؤلاء أصلا معارضين للمنظومة الحاكمة في العراق هناك أمر مهم جدا هناك معادلة قومية في هذا الحراق معادلة قومية يعني فرس عرب وعشائر عربية لا تقبل بالهيمن الإيراني هذا موجود هذا النفس وأنا تأكد منه شخصيا من خلال تواصلي مع بعض الشباب في العراق أمر آخر هناك أمر طبقي أنتم تحدثتم عن أمر مهم جدا هناك الطبقة المسحوقة مما يسمى الشيعة ولها ممثليها وهي عريضة طبقة عريضة صدر اشتغل على هذا اللحن أنه هاي الطبقة الشعبية المسحوقة وهناك من يعتبر نفسه أنه من السادة ومن الطبقة الطبقة الأولى البرجوازية هذا النفس الطبقي شاهدته بعيني موجود وأغلبه مرتبط بإيران لهم يعني أحزابهم لها تمثيل في إيران وآوتهم إيران وتمدهم إيران وتحركهم إيران أكثر مما تحرك مثل ممثلين شعبيين للطبقة الشيعية بين قوسين الفقيرة سنرى ردة فعل العربية بعد الفاصل نذهب إلى فاصلين قبل عودة لمتابعة الحديث ترجمة نانسي قنقر وفق التردد واحد اثنان ثلاثة ثمانية صفر أفقي أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن التظاهرات العراقية وقراءاتها في سياق الانتفاضة العربية أستاذ ياسين تحدثنا عن الانتفاضة أو الهبة العراقية بعيون عربية لكن هنا السؤال إلى أي مدى النخب العربية والقواعد العربية الشارع العربي الذي ربما يكون ثلثه أو نصفه غارقا في الدماء وفي مشاكله الداخلية إلى أي مدى وجد العراقيون حراكهم وجد صدن عند هؤلاء العرب كما قلت لك طبعا العرب نظراتهم مختلفة هناك من هو منزعج أصلا من التحركات في العراق وهؤلاء المرتبطين طبعا المسألة هي طبيعة التجادبات في المنطقة هناك من هو محسوب على الخط الإيراني وهناك من محسوب على الخط العروبي وهناك من هو منتمي بشكل كامل لحق العروبة في تغيير وليمثله الربيع العربي طبعا الربيع العربي أو الذين ينتصرون عادة أو يشعرون أنهم هم من يمثل تيار الربيع العربي هؤلاء هم المتفائلون هؤلاء هم الذين شعروا بالأمل هؤلاء الذين فعلا شعروا أن العراق عاد إليهم مثلما شعر المتظاهرون الشباب هؤلاء بأنهم يستكشفون عراقهم من جديد وأنهم يحاولون أن يستعيدوا عراقهم من جديد ولهذا ظهرت يعني هم يقولوا سلمية سلمية ودافعهم أيضا مطلبي لكن الخطاب السياسي واضح واضح بشكل كبير جدا هؤلاء يريدون استعادة عراقهم ولهذا وجهوا انتقادهم بشكل واضح وصريح إلى إيران وإلى المرشد العلا في إيران لأنهم يدركون بأن الطبقة السياسية تتبع نظريا وعقائديا المرشد العلا في إيران هناك ما يسمى بمرجع التقليد يعني ربما معظم القادة الحزبيين وقادة الميليشيات في العراق يتبعون فقهيا ومقلدين فقهيا لعلي خمني هؤلاء يعني يعتبرون بنفوذهم وتأثيرهم على الشارع العراقي وعلى مقدرات العراق تحت تصرف المرشد الشباب العراقي اليوم جاء لينسف هذه المنظومة وتراتبيتها وجاء وحاول أن يستعيد عراقه ولهذا قبل بهذا القمر لا شك طبعا أن متابعة الشارع العراقي كانت قوية أنا أتحدث عن نفسي وأتحدث عما أسمع وأتحدث وأتابع في مواقع التواصل الاجتماعي وأدرك إلى أي مدى وفرت الانتفاضة في العراق أمل للعرب لأنك عندما تتصور أن العراق استعد عافيته من جديد وأصبح جزءا من أمته العربية متحررا من إملاءات دول الإقليم واتحد مثلا مع سوريا في حالة ما استعدت سوريا عافيتها وأصبح الدولة الديمقراطية تمثل الشعب السوري هذه قوة عظمى في في الوطن العربي ولهذا العالم كله يتآمر على هذه المنطقة يتآمر على الإراق يتآمر على سوريا لهذا نعتقد أن الشارع العربي ينظر بأمل ورجى بأن يتمكن العراقيون هؤلاء الشباب المخلصون من استعادة عراقهم طيب أستاذ أسامة أنت وضيفي متفقان على أن هذه الشريحة التي هبت في الشارع العراقي هي رفضا للهيمنة الإيرانية لكن ما الذي يدفعك إلى الاعتقاد بأن هذه الهبة أساسها ثقافي عروبي أساس هوية عربية وليس أساسها مطلبي لأن إيران تسيطر على ثروات العراق وبالتالي هؤلاء القوم يريدون الشباب المتظاهرون يريدون أن يتوظفوا أن يدخلوا في الوظائف الدولة يريدون أن يحققوا عوائد شهرية تكفهم عن السؤال في النهاية لماذا تأخذها إلى المنحة الثقافية المنحة الهوياتي إذا صح التعبير لا أنا ذكرت أن حتى الأمور المطلبية مربوطة بإيران ذكرت لك الابتلاع الاقتصادي الإيراني للعراق كاملا يعني هناك أنا ندي تفاصيل مشاريع بدأتها إيران وأخذت ملايين بالمليارات الدولارات هناك 12 مليار دولار الميزان التجاري كله لصالح إيران بين العراق وإيران إيران ابتلعت الفرص إيران لوثت الكارون حولت أحد فروع الكارون الملوث بالنفط والنفايات حولته باتجاه الأراضي الزراعية العراقية الشباب يعلم ما فعلت إيران الطاقة الكهربائية 6 مليارات دولار من إيران للعراق تصدق الكهرباء ما زالت تقطع في أكثر من نصف الوقت وفي الصيف لا يروها إلا ساعتين ثلاثة كل المطالب التي تتحدث عنها مربوطة بإيران إيران تجري مع يعني حكومات المحافظات يعني مجلس إدارة المحافظة إيران تعقد اتفاقيات اقتصادية مع مجلس المحافظة دون الرجوع للحكومة المركزية وكلها امتصاص للثروة العراقية لصالح إيران هؤلاء عاطلين بسبب إيران أنا لا أبالغ هؤلاء لدي تفاصيل في الشاطرة مثلا 66 مبنى من 2014 لم يكتمل هو 4-5 طوابق 64 مبنى عساس للطلاب واللمدرسين ولواواواواوا لم يكتمل لم يكتم هناك تقرير عنه موجود على اليوتيوب هناك كوارث جدا تصفية المياه في نهر الغراق أخذته إيران ومن 2014 لليوم الماء ملوث في الناصرية وما حولها لدينا تفاصيل أن كل الخدمات وكل الفرص وفرص العمل ذهبت بها إيران امتصتها إيران حتى الشركات الأجنبية لدي تقرير يعني موثق يتحدث على أن إيران فرضت وابتزت الشركات الأجنبية لكي لا تدخل إذا أفهم الحديثك أن هؤلاء الشباب أنا أبكز على هذه الجزئية أنهم هم يعني غيارة على ثروة العراق أكثر مما هم غيارة على هوية العراق العربية أحسوا بالخطر الإيراني اقتصاديا مطلبيا مطلبيا أحسوا أن إيران تمتصهم وتدمرهم كهرباء يا رجل 17 سنة إلى الآن الكهرباء في العراق لم تنتظم من وراء إيران 6 مليارات دولار تدفع فقط سنويا لاستيراد الكهرباء من إيران وتفاصيل كثيرة يا جماعة طيب تفاصيل بالأرقام طيب أريد أن أذهب إلى بيروت شركنا في هذا الحديث الآن الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية أرحب بك أستاذ علي خروج العراقيين بهذه الطريقة وبهذه الشعارات قياما على الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي في البلاد وبعيدا عن أي هيمنة حزبية أو طائفية أو سياسية معينة ماذا يعني ذلك بالنسبة للقوى التي تهيمن على المشهد قوى الخارجية طبعا التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي وأعني تحديدا إيران ماذا يعني لإيران هذا الحراك يعني إلى حد كبير أن هناك نوع من من الإقرار والاعتراض في الوقائع لأن النظام الذي يحكم العراق أو السلطة وتحديدا السلطة التي الشيعية هذه السلطة فقدت شرعيتها الشعبية إذا أمكن القول بمعنى أن هذه السلطة إلى حد ما رغم فسادها ورغم كل ما نعرفه وهذا شامل بقية القوى في العراق وليس حطرا لكن تبقى المسؤولية على هذه الأحزاب الشيعية باعتبارها المسيطر على السلطة إلى حد كبير هذه السلطة كانت في فترة سابقة رغم فسادها كما قلنا يعني تتمتع بحد ما بشعبية وبشرعية شعبية إذا فقط تعبير الحدث الأخير والأحتجاجات الأخيرة بتقديري وجهت رسالي واضقة لأن هذا النموذج من السلطة وهذه السلطة بالذات أصبحت هي في موقع الخصم وفي موقع الذي يجد العراقيون أن هذه السلطة هي مسؤولة وهذا بطبيعة الحال نحن نعلم أن تركيبة هذه السلطة هي تركيبة إيرانية على رغم أن شخصها وأشخاصها هم من العراقيين بطبيعة الحال ومن اللي ربما كان لهم يعني بعضهم لهم تضحيات ولهما إلى ذلك لأن ذلك لا يعني بأن نفوذ هذه السلطة قائم نتيجة قوتها الذاتية إنما قائم نتيجة معادلة إيرانية جرى تركيبها وجرى منذ العام 2003 وجرى ترتيخها مع السنوات ووصلت إلى ما هو عليه الحال اليوم الحدث للعراق الأشهر برأيي هو يعني حدث يفتح أفق جديد للعراق وهذا أفق يجب نحن ننظر إليه من لبنان باعتباره يؤشر إلى مرحلة تحول تحول إيجابي على مستوى المنطقة لأنه أعتقد أنه العراق كما كانت مقصات العراق 2003 واحتماله كانت بداية مهاسي كبيرة في المنطقة العربية إلا أنه أيضا ما حدث في الآوينة الأخيرة من الطيجات خدح هذا الأفق على إمكانية أن نشهد تحولات إيجابية بمعنى أن هذه القوى المعارضة لأول مرة لا نشهد خطابا مذهبيا أو طائفيا لا سنيا ولا شيعيا هذا أمر مهم وجدنا أن هناك جزء كبير من المتظاهرين على الأقل من متابعاتنا ما تسرب من كلام ومن فيديوهات ونجد مستوى من الوعي بدأ يستوعب هذه التجارة بالعنوان الديني والتي كانت سبيلا من تبل السيطرة على الشعب وعلى المجتمع والسيطرة على السلطة أعتقد أن المعيار الأساسي والذي يجب وأنا متفائل فيه على مدى المستقبلي أننا سنشهد أكثر فأكثر بل ورد مشروع وطني عراق بالمعنى الدولة لا شك ضمن أفق عربي لكن هذا هو التحدي الأكبر أستاذ علي أريد منك وأنت رئيس تحرير موقع جنوبية المتابع حقيقة في لبنان إذا أمكنك رصد رد فعل الشارع اللبناني مع ما يحدث في العراق وخصوصا الشارع اللبناني الشيعي إذا أذنت يعني لا أخفيك أنه هناك عملية أثر يعني لا يستهان بها على مستوى الشارع ومع الأسف أريد أن أقول أنه يعني لعله الإيجابي أن لم يكن هناك حماسة لهذا القمع لا أقول أن هناك مظاهر تفاعل مع الإحتجاجات إلا أنه على الأقل أنه لم يكن هناك تأييد لما يجري من عمليات قمع ومن عمليات إبادي بل كان هناك إحراج باعتبار أنه جزء كبير من القوى الشيعية المسيطرة في لبنان تتبع إلى حد ما إيران لكن كانت أفواً عاجزة عن أن تقدم خطاباً مقنعاً يبرر ما يجري لأنه كما سمعت يعني دائماً بالمداية بدأت المكينة الإيرانية تشير إلى أن هؤلاء عملاء أمريكيين وما إلى ذلك وعملاء السفرات ونحن عانينا ونعاني من هذه كل اعتراض يقوم بوجه المكينة الإيرانية يصبح هناك نوع من من الاتهامات باختصار أريد أن أقول على رغم هذا استمت وأنا دقيق بما أقول بتوصيف إلا أن هناك أعتقد وأتلمس أمل كبير بما يجري بالعراق لأنه اللبنانيين حتى منهم الشيعة يعني هم على قناعة بأنه أي حركة جدية في العراق وأي تحول جدي في العراق وسيقلب الموازين على مستوى المنطقة وسيحذر الشيعة اللبنانيين من هذه السطوة سطوة السطوة الإيرانية وسطوة أيضا السلاح الذي يعني يلعب دور محوري وأساسي في السيطرة على هذه البيئة الشيعية فضلا عن الخطاب الإيديولوجي الذي له دور أيضا لكن لا شك أن هناك أمل كبير بما يجري في العراق ليس هناك من أوهام بأن الأمر سيحظر تغير سريع لكن هناك قناعة بأن هناك مسار جديد بدأ وهذا المسار هو الذي يجري الرهان عليه أستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع الجنوبية اللبناني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت أشكرك شكرا جزيلا قبل أن نذهب إلى الفاصل أستاذ ياسين هذا الحراك الحاصل في العراق بجديته وإصراره الذي يزداد يوما بعد آخر إلى أي مدى يمكن أن يربك حسابات إيران في العراق وحسابات مشروعها التمدد والتغلغ والمزيد من التغلغ في العراق وأربكها طبيعة ردة فعل الإيران كانت عالية المستوى جاءت عن طريق المرشد الإيراني الأعلى وحاول أن ينقل المواجهة في العراق أو على الأقل يحررها من شروطها الموضوعية ومن أسبابها الموضوعية لينقلها إلى مستوى آخر إلى المستوى الجامع المشترك الذي يعتقد أنه يمكن أن يختطف هذه الثورة من عقول ووجدان أصحابها عندما ذكرهم بالحسين وقال لهم الأربعية أن تجمعنا وحب الحسين يجمعنا هذا يعني أنه دفع بكل دخيرته في صد هذه الموجة الاحتجاجية إيران قلقت إلى حد كبير قلقت الخطابات متناقضة حتى على مستوى الطبقة السياسية المرتبطة بالإيران ربما يمثل مسألة وجودية بالنسبة نظام إيراني نعم مسألة وجودية لأن العراق اليوم العراق الفاشل هو ثروة إيران ثروة إيران وذخيرتها لأنها يعني هي لا تقبل بوجود عراق متماسك دولة تقوم على أسس لأن إذا كان العراق الفاشل اليوم أنتش هذا الوعي فلو سمحت إيران بنظام يعني بإيران منضبط يخضع لأساليب يعني حقيقية في الحكم مرجعيات محاسبة مساءلة هذا مقلق لإيران لهذا هذا التفسير الوحيد أنه لماذا كل هذا العبث الذي تقوم به إيران في العراق هي لا تريد لهذه الدولة أن تستعد عافيتها هي عبر عن حديقة خلفية حديقة منهكة تريد أن تتنفس من خلالها خصوصا وأن إيران تتعرض لضغط دولي والحصار فالعراق لو استحد عافيته لو أقام الحواجز الحدودية مع إيران مرة أخرى أعتقد أن هذا يشكل تحدي كبير ووجودي بالنسبة لإيران ربما هذا السلوك الإيراني يفسره شعور إيران بأن العراق يمتلق كل عوامل المنافسة الاستراتيجية لإيران في المنطقة نريد أن نبحث الآن موقف أو رد الفعل الرسمي العربي ولكن نحن وإياكم على موعد ما تبقى من هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة أستاذ أسامة التجربة التاريخية الحديثة والقديمة دلت على أن الشعوب إذا ما تحركت فإنها لا تتوقف حتى تنجز هدفها هل هذه التجربة تنطبق التجربة عفواً تنطبق الآن على العراق أم أنه استثناء بسبب الدور المؤثر والطاغي لإيران فيه وبسبب التداخل العشائري وارتباطه بالمؤسسة الإيرانية بشكل أو بآخر الانتفاضة إذا سميناها أو الحراق العراقي مظلوم مظلوم يجب أن يعني وحده لن يستطيع الإيراني خطير المؤشرات تقول بأنه يريد قمع هذا الأمر بالعنف كما أوحى أيضاً لبشار الأسد أن يفعله كذلك هذا العنف سيستمر وسيتعظم ونحن يجب علينا أن نكون مع هذه الثورة مع هذا الحراك بكليتنا طبعاً هناك في صام نكد بين الحكومات العربية وبين الشعوب لا أمل إلا في الشعوب وأنا أعتقد أن الحراك الجزائري سيتحرك لنصرة العراق أو يجب علينا أن نطلب منه أن يري العراقيين العلم العراقي وأنهم مع العراق الحراك في الجزائر يعني رائع لإلى الآن على كله أنا أريد أن أتحدث مثلاً عن الموقف الرسمي اللي عكسته الفضائيتين المشهورتين بدون ذكر أسماء فضائية تحابي إيران فذكرت الأحداث في العراق بالدرجة الثانية ولم يكن هناك أي ما يسمى بالتحريض أو بالكلام اللي بيثور أو اللي استخدمته نفس القناة مع دول أخرى نعم أبداً القناة الأخرى اللي على أساس ضد إيران نشطت بشكل جيد ثم توقفت لأنه إشارة أتتها أنه بدي يصير صالح مع إيران ما هذا ولا تنسى أنه الحراك الشعبي أيضاً مرتبط بالإعلام يا سيدي الإعلام يحرك الإعلام يحرض الإعلام يوعي لكن لا يوجد الحراك العراقي مظلوم نحن نخشى على هذا الحراك هذا حراك بالاتجاه الصحيح لأنه ضد إيران ماذا يعني تخشى على هذا الأخشاك؟ أن يستفردوا به بدون دعم شعبي عربي دعم حكومي إنسا بدون دعم شعبي عربي لهذا الحراك يستفردون به ويقتلون زعمائها على سيرة الدعم الشعبي العربي ماذا يمكن لشعوب عربية نصفها مشرد ونصفها الأخى وربهم في المعتقلات أن تقدم للهراك أنا أكرت أمر معنوي برفع الأعلام بتشجيع المتظاهرين أن يخرجوا هي بوابة الشرقية فعلا الامتداد الإيراني داخل الوطن العربي أتى ومستمر عن طريق العراق حتى لو بقفزاتهم الجوية أو عن طريق البحر لكن أنت تعلم أنه عندما وصلوا من العراق إلى الحدود السورية إلى دمشق قالوا الممر الاستراتيجي البري حصل وحصل التواصل مع المتوسط وهذا سيقطع عليهم كل شيء هذا الحراك لنا أمل كبير جدا فيه لكن لا يكفي يجب علينا أن نفكر ماذا نفعل من أجل هذا الحراك على الأقل في الناحية المعنوية وإذا حتى اضطر الأمر للناحية المادية سوريا أيضا نجاح الثورة وما تبقى من ثورتنا مرتبط بهذا الحراك مرتبط تماما بهذا الحراك طيب دعني يشاركنا الحديث الآن في هذه الجزئية عبر الهاتف من الكويت الأستاذ فيصل الحمد الناشط السياسي الكويتي مرحبا بك أستاذ فيصل كثيرون رأوا في تظاهرات المدن العراقية ضربة للنفوذ الإيراني في العراق وهذا يعني يلتقي مع مصالح الدول الخليجية التي تشتكي باستمرار من الأذى الإيراني إلى أي مدى يمكن لتحرك الشباب العراقي أن يستفز الخليجيين ويدفعهم إلى دعم الشباب العراقي المنطفد لما فيه مصطحة الخليجيين قبل أن يكون ربما مصطحة العراقيين والشيء بسم الله الرحمن الرحيم أزاكم الله خير أعطوان على هذا التواصل أهلا وسهلا وأزاكم الله خير على التفاعل مع قضايا الأمة لأنه حقيقة أننا نحتاج إلى إثارة هذه القضايا المهمة خاصة أن الأمة تعاني تعاني وتأل في كل مكان لا شك أن ما حصل في العراق يخدم المنطقة العربية كلها بصفة عامة بغض النظر على الخليج نحن الآن يعني بعد ما خذ تقريبا جذوة ما يسمى بالربيع العربي بدأنا نشعر مرة ثانية أنه أنه هناك ربيع عربي آخر قاد ما حصل في العراق لا شك أنه حركة صحيحية عامة الشعوب كثيرا من تسلط البيوتراطيين الطفويين الذين أتوا من إيران الهلال الكريعي تحقق في في العراق وهو طريقه حقيقة عن طريق العراق دخل إلى سوريا وصل إلى نبنان الآن لا شك أنه قاعد يستيطر على على اليمن الأوضاع العربية كلها حقيقة يعني الآن كأن العراق يبقى بوابة البوابة الرئيسية وهو حقيقة الحاق الحاق تاريخية من التغلق الصفوي والتغلق الفارسي في المنطقة المنطقة الآن يعني تحس بضرورة هذا الحراك وضرورة أستاذ فيصل يعني أرجو المعذرة هذا الحراك الذي وصفته بأنه حراك مهم جدا لوقف المد الصفوي كما ذكرت يعني على حد تعبيرك هل يمكن أن يحرك الدول الخليجية المتخوفة من إيران ويدفعهم إلى اتخاذ موقف ما لدعم هؤلاء الشباب المنطفضين والله هو فقط الآن يعني منطقية منطقية لو أردت منطق ترضى أن دول المنطقة كنا تدعم هذا الحراك لأنه لأنه لا شك اتغلق الصفوي ولا أريد أسمي حقاش أقول الصفوي اتغلق الصفو في المنطقة أخذ بعد أكثر مما تستطيع أن تتحمل دول منطقة لكن السؤال الثالث يطرح هل دول الخليج حقيقة واعية لمصالحها هل هم يسيرون يعني يهتمون بمصالح المنطقة مصالح الخليج أم أن القضية قضية كرسي إذا والله تريد الكرسي أو أو يبقى على هذا الكرسي منصالح هذا الصفو لأنه هم قاعد يخوفنا كل ما تحدثوا الآن يا أتوكم الصفويين أتوكم فبالتالي يعني الصرح اللي قاعد ترسونه أنه حاولوا تتوحدوا في كل منطقة حتى أنه تبتعدون تبتكون من قضية التغلق والشتيعي يا أخي لا نعود حقيقة كثيرا على الحكومات المخيطرة في الدول الخليج نعم ولكن اللي يفترم أنه يحس به الشعب العراقي والشعب العربي في صفحة عامة لابد أن الأمة تقوم الشعوب نفسها تقوم لا تعود على أي دعم في الدول الخليج ولا أي حكومة في المنطقة العربية هذه الحكومات في صفحة الغرب والغرب هو دائم يحرك كما يشاء وبالتالي ما أعتقد أن هناك أي أمل يستجى من دول الخليج شكل كبير وضحت الفكرة أشكرك أستاذ فيصل حمد الناشط سياسي الكويتي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ ياسين المتابع للأحداث وللخطاب السياسي الذي تتبنه بعض الدول الخليجية وعلى رأسها طبعا المملكة العربية السعودية والإمارات ربما يلحظ وجود فرصة ذهبية لهذه الدول لدفع الأذى الإيراني عن مصالح هذه الدول ما المسار الذي يمكن أن تسلكه هذه الدول في تعامل مع الانتفاضة العراقية هذه الدول تعاملت بالحد الأدنى مع الانتفاضة العراقية وأنا أعتقد أن التفسير الوحيد الإشارات لم تأتي من إيران بمعنى أن قرب تفاهم مع إيران أعتقد أن الإشارة من ما هو أكبر من إيران يعني ليس هناك رغبة غربية ربما في إدخال العراق في متاهة في هذه المرحلة خصوصا وأن هذه الانتفاضة تقود العراق إلى هويته وأنا أعتقد أن ما تعرض له العراق خلال السنوات الماضية كان الهدف منه هو إنهاء هذه الهوية تفتيت هذه الهوية أثني على ما قال الأستاذ السامة كل شارع حر في الوطن العربي عليه أن يثور وعليه أن يتضامن وعليه أن يظهر التضامن وعليه أن يعكس صدى وصوت العراقيين الثائرين المضلومين في العراق حتى نخلق هذه الامتدادات أيضا على مسؤول العراق أيضا هذه فرصة تاريخية لإعادة نسيج يعني إعادة بناء اللحمة العراقية اليوم ما يحدث في العراق صحيح أن الشباب يتحركون ضمن الكتلة الشيعية لكن الهم مشتركة الهم مشتركة وبالتالي هذه هي الفرصة المناسبة لاستعادة هوية العراق استعادة هوية العراق أيضا تحتاج إلى الاتصال العضوي بين مكونات الشعب العراقي الآن وليس غدا الآن هذه الانتفاضة هي الأرضية المناسبة لإعادة بناء اللحمة العراقية على أساسها الهوية العراقية العربية وهذه هي اللحظة التاريخية المناسبة أستاذ أسامة أختم معك بدقيقة من فضلك لم يبقى لدينا وقت إذا يعني العراق كان ملاحظ أنه كان يعني يدور في فلك خارج المنظومة العربية إذا ما أريد للعراق أن يستعيد هويته العربية ويعود للحضن العربي ماذا على النخب العربية وخصوصا النخب الثورية التي تمتلك منافذ إعلامية وتمتلك مثقفين ونخب في عدد من القارات ومن الدول الأوروبية والغربية ماذا عليهم أن يفعلوا لمساعدة المنتفضين العراقيين جانب الإعلامي الآن فورا وحتى الجانب المادي فقط لأن الهيمنة الرسمية للأنظمة العربية الوظيفية مهيمة على كل شيء على القدرات والمقدرات والآخر ونحن نختم أن لا ننسى أمريكا أمريكا تتقاسم العراق مع إيران أمريكا لديها عشرات الألوف من الجنود عند السفارة وفي القواعد الأمريكية أين موقف أمريكا الديمقراطية من مشاهد القتل والقمع التي شاهدنا مايك بومبيو وزير خارجي قال أنه يرفض هذا وطالب وزير هذا الموقف الباهة موقف الذي اتفق مع إيران على قمع هذه التظاهرات أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي كل الشكر لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر